لا تكاد تجد موضع قدم إلا وفيه زائر إلى سد مأرب فمع تداعيات الحرب ونزوح المئات من محافظات الجمهورية التي جعلت من مأرب مأوى لها وجدت تلك الأسر متنفسا لها مع نزول الأمطار مؤخرا على المحافظة لتزدحم أروقة السد أبناء مأرب يرحبوا بأبناء الشعب اليمني هذه يعانوا من جور المليشيا وظلمهم ومن المليشيا صالح مطلع أكتوبر من العام المنصر استعاد الجيش والمقاومة سد مأرب من يد المليشيا الذين حولوه إلى ثكنة عسكرية وأفرغوه من مياهه وعطلوا بوابته الرئيسية ومع هطول الأمطار على مأرب والمحافظات المجاورة ارتفع منسوب مياه السد وبلغت كمية المياه الحالية 140 مليون متر مكعب من إجمالي 400 مليون متر مكعب التي تعد السعة التخزينية للسد بحسب مسؤولين محليين اليوم زرنا سد مأرب وهو الجو فضيع وهي أول زيارة لسد مأرب أول مرة نزوره والسيول عادي للآن وفي واصلة للسد والسيول للسد تتجه من جميع المحافظة والسد بالنسبة لها ارتفع زيادة على ما كانوا والذي زاروا من قبلنا يفتقر سد مأرب لأدنى مقاومات المواقع السياحية ما يثير تساؤلات حول أسباب إهمال السلطة المحلية له كمعلم يقصده الزوار من الداخل والغارج